تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلمت السيدة إخلاص حلمي من سكان العوامات النيلية شقة جديدة مطلة على نهر النيل بشارع محمد المرعشلي في حي الزمالة وذلك تعويضا عن عواماتها السكنية التي كانت تمكث بها وذلك وفقا لما جاء بقرارات إزالة التعديات التي كانت على النيل في 28 من يونيو الماضي على خلفية التلوث البيئي الذي تسببت فيه من جانبها أكدت إخلاص أنها تسلمت الشقة التي اختارتها بنفسها حيث عرض عليها عدد من الشقق المطلة على النيل بشيدة بموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من استغاثتها وتلبيته الفورية لندائها